سأقرأ عليكم قائمة بأسماء أكثر من أربعين مرجع من مراجع النجف وكربلة ممن أصدر الفتاوى بنجاسة دماء المعصومين أقرأ عليكم من الجزء الثاني من العروة الوثقى مع التعليقات عليها وهذه الطبعة طبعة مؤسسة السبطين العالمية قموا المقدس المسألة التي وردت في صفحة تسعين إنها هي هي مسألة نجاسة دم المعصومين التي قرأت جانبا منها قبل قليل المراجع الذين فتاواهم توافق هذه الفتوى توافق هذه الفتوى الملعونة التي تقول بنجاسة دم المعصوم أقرأ عليكم أسماءهم هؤلاء هم الذين تعليقاتهم موجودة في هذا الكتاب الشيخ علي الجواهري السيد محمد الفيروز عبادي هؤلاء من المراجع الكبار من مراجع النجف وكربلاء من الطراز الأول أنا لا أريد أن أقرأ سنوات وفاتهم طلبا للاختصار وإلا فقد كتبت سنوات وفاتهم عند أسمائهم الشيخ علي الجواهري السيد محمد الفيروز عبادي المرز محمد حسين النائيني تعرفونه هذا أستاذ الخوئي وأستاذ بقية المراجع الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس حوزة قم الشيخ ضياء الدين العراقي أستاذ مراجع النجف وأستاذ الخوئي أيضا السيد أبو الحسن الأصفاني هؤلاء كلهم يقولون بنجاسة دماء المعصومين إذا كان المثل العراقي يقولون ذولة واحد تافل بحلق الثاني أنا أقول لكم ذولة واحد متغوط بحلق الثاني مو واحد تافل بحلق الثاني واحد متغوط بحلق الثاني هذه الفتاوى تخالف القرآن وتخالف منهج أهل البيت سأحدثكم عن هذا شيخ علي الجواهري السيد محمد الفيروز عبادي هذا كان من كمار المراجع المرزى محمد حسين النائيني شيخ عبد الكريم الحائري شيخ ضياء الدين العراقي السيد أبو الحسن الأصفهاني السيد أغا حسين القموي وهذا ينسبون له الكرامات ولا حقيقة لها هذه أكاذيب مراجع الشيعة لا كرامة عندهم أيته كرامة وعقائدهم هذه العقائد الضالة وفتاواهم هذه الفتاوى الملعونة شيخ محمد رضا آل ياسين هذا خال محمد باقر الصدر وأخو شيخ مرتضى آل ياسين شيخ محمد رضا آل ياسين السيد محمد تقي الخوانساري من كبار مراجع قوم السيد محمد الكوهكمري من كبار مراجع قوم السيد صدر الدين الصدر هذا والد موسى الصدر ومن أعمام محمد باقر الصدر شيخ محمد حسين كاشف الغطاء السيد جمال الدين القلبياني هذا الذي كان قد رشحه أبو الحسن الأصفهاني للمرجعية من بعده ولكن محسن الحكيم طرده وهدده ووقف بوجهه والحكاية طويلة فصارت المرجعية لمحسن الحكيم بعد أن استعان بمجموعة من البلطجية هذه حقائق هذه حقائق هذه ما هي دعايات هذه حقائق السيد إبراهيم الحسيني الاستهباناتي سيد حسين الطباطبائي البروجردي المرجع المعروف في قوم السيد مهدي الشيرازي هذا والد محمد الشيرازي وصادق الشيرازي من مراجع كربلا السيد عبد الهاد الشيرازي هذا ابن عمهم ابن عم محمد الشيرازي وابن عم صادق الشيرازي السيد محسن الطباطباء الحكيم السيد محمود الشاهرودي من مراجع النجف كان معاصرا للخوئي وآلت إليه المرجعية بعد محسن الحكيم السيد أبو الحسن الحسيني الرفيع من مراجع إيران السيد محمد هادي الحسيني الميلاني من مراجع خراسان السيد حسن البجنوردي من مراجع النجف السيد أحمد الخوانساري من مراجع طهران السيد عبد الله الشيرازي كان في النجف وانتقل إلى خراسان السيد كاظم الشريعة مداري من مراجع قم والذي قلده الشاه بعد وفاة محسن الحكيم لأن الشاه كان مقلدا للبروجردي بعد وفاة البروجردي قلد محسن الحكيم بعد وفاة محسن الحكيم قلد كاظم شريعة مداري السيد علي الفاني الأصفهاني من علماء قم السيد روح الله الموسوي الخميني السيد شهاب الدين المرعشي النجفي الخميني لا يحتاج إلى تعريف تعرفونه السيد شهاب الدين المرعشي النجفي من مراجع قم السيد أبو القاسم الموسوي الخوعي الميرز هاشم الآملي الميرز هاشم الآملي من مراجع قم وكان في النجف والد علي لارجاني الأخوة لارجاني أولاده الأخوة لارجاني المسؤولون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أولاد الميرز هاشم الآملي في إيران ليس غريبا أن تجد القابة أو نسبة الأولاد يخالف لقبه ونسبه الوالد ما هو بغريب هذا الميرز هاشم الآملي السيد محمد رضا القلبايقاني المرجع المعروف الذي كان يلقب بزعيم الحوزة العلمية في قم السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري من مراجع النجف الشيخ محمد علي الأراكي الذي صار مرجعا في قم بعد وفاة الخميني الشيخ محمد أمين زين الدين الذي كان رئيسا للأخباريين في النجف السيد محمد الحسيني الشيرازي حمد الشيرازي المرجع الكربلاء المعروف وكذلك أخوه السيد صادق الشيرازي أيضا الآراء هي الآراء كلهم يذهبون إلى نجاسة دم المعصوم أيضا في تعليقته صادق الشيرازي على العروة الوثقة ذهب إلى نجاسة دم المعصوم السيد محمد الموسوي مفت الشيعة السيد علي الحسيني السيستاني الشيخ محمد الفاضل اللنكراني كلهم هؤلاء يذهبون واحد وأربعين مرجع إذا أضفنا إليهم صادق الشيرازي لم يذكر وأضفنا إليهم محمد باقر الصدر لم يذكر وأضفنا إليهم بقية المراجع سعيد الحكيم إسحاق الفياض بشير النجفي وأضفنا إليهم أيضا مراجع قوم مراجع لبنان مراجع باكستان الجميع يقولون بنجاسة دم المعصوم سود الله وجهه فتاوى ملعون نجس قذر مخالفة للقرآن سأثبت لكم كيف أن فتاواهم هذه مخالفة للقرآن هذا هو القرآن بين يدي أولا أذهب بكم إلى سورة الأحزاب وإلى آية التطهير إلى الآية الثالثة وثلاثين بعد البسملة من سورة الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس كل الرجس بكل أشكاله بكل ألوانه لا أريد أن أدخل في التفاصيل اللغوية والبلاغية الألف واللام هنا هي لحقيقة الرجس أو لكل أفراده فإذا كانت لحقيقة الرجس فهي شاملة لكل أفراده أو أن الألف واللام للاستيعاب للجنس بالنتيجة من دون التوغل في هذه التفاصيل اللغوية والنحوية والبلاغية الآية واضحة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فالآية تنفي كل معاني الرجس تعالوا كي نسأل القرآن عن معنى الرجس إذا ذهبنا إلى سورة التوبة في الآية الخامسة والعشرين بعد المئة من سورة التوبة وأما الذين في قلوبهم مرض مرض القلوب حالة معنوية وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون هذا الرجس المعنوي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس هذا رجس معنوي وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون فأهل البيت مطهرون عن الرجس المعنوي نذهب إلى سورة المائدة وإلى الآية التسعين بعد البسملة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون رجس هنا فيها دلالة لريتس مادي وفيها دلالة لريتس معنوي إنما الخمر الخمر رتس مادي الميسر رتس معنوي يمكن يمكننا أن نقول أيضا عن أن مكسب الميسر هو رتس مادي فالخمر رتس مادي والميسر يجمع بين الرتس المادي في حرمة المال المكتسب من خلاله وفي النجاسة المعنوية للميسر نفسه الأنصاب فيها رتس مادي الذبائح وفيها رتس معنوي حينما يتوجه بالذبح إلى الأصنام والأزلام كذلك فيها رتس مادي ورتس معنوي فالآية هنا تتحدث عن رتس مادي وعن رتس معنوي وأهل البيت منزهون عن هذا الرتس وكذلك في سورة الأنعام في الآية الخامسة والأربعين بعد المئة بعد البسملة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رتس الآية ذكرت الدم في بعده المادي ووصفته بالريتس فالدم رتس وأهل البيت طهروا من الريتس فكيف يفتي هؤلاء الأغبياء الذولان بنجاسة دم المعصوم يخالفون يخالفون القرآن بشكل صريح الآية هضحة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رتس أو فسقا أهل لغير الله به أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رتس فالدم رتس وأهل البيت طهروا من الرتس بكل أنواعه فدماؤهم طاهرة دماؤهم لا يجوز لنا أن نصفها بالنجاسة بحسب منطق القرآن هذا هو القرآن ولكن ماذا يفقهون من القرآن هؤلاء الثولان الذين يصفون دماء المعصومين بأنها دماء نجسة ما أنا قلت لكم هؤلاء صنعوا لهم ديناً خاصاً به منهج الاستنباط بحسب أهل البيت هو هذا منهج الاستنباط عند هؤلاء بحسب الشافعي صدقوني رسائلهم العملية استنبطت بحسب منهج الشافعي أنتم تعملون وفقاً لمنهج الشافعي بحسب هؤلاء الثولان الغبران من مراجعنا العظام قدست أشرار الماضين وأعلى الله مقام الباقي موت اللي يكرفهم ويخلصنا من عدهم من الله انتقم من عدهم دمروا ديننا دمروا عقيدتنا تسود الله وجوههم شنو اضطعت الحظ هذه حينما نأتيكم بأحاديث أهل البيت مباشرة تقولون هذه مخالفة للقرآن ووالله ما هي بمخالفة للقرآن لأنكم لا تفقون القرآن أحاديث أهل البيت لا تخالف القرآن فتواكهم الملعون فتواكهم النجس القذرة تخالف القرآن سيرة الحسين صلوات الله وسلامه عليه ومجموعة الحلقات هذه عنوانها هذا هو الحسين ماذا نقرأ في سيرة الحسين في يوم عهد عهشورا إنني أقرأ عليكم من كتابي المقتل للمقرم وهذه طبعة طبعة منشوراتي الشريف الرضي قموا المقدسة صفحة 279 ثم أخرج السهم من قفاه سيد الشهداء السهم المثلث الذي وقع في قلبه صلوات الله عليه ثم أخرج السهم من قفاه وانبعث الدم كالميزاب فوضع يده تحت الجرح فلما امتلأت رمى به نحو السماء وقال حون علي ما نزل بي أنه بعين الله فلم يسقط من ذلك الدم قطرة إلى الأرض ما نحن نخاطبه في زياراته الشريفة أشهد أن دمك سكن في الخلط فيبدو أن دمه قد نجس عالم الخلط بحسب دراط مراجعنا الكرام في هذه الفتاوى هذا دراط هذا ما هو فقه هذا ما هو فقه هذا دراط دراط رسمي كيف يقال له فقه وهو يخالف القرآن كيف يقال له فقه وهو يخالف سيرة الحسين أشهد أن دمك سكن في الخلط فهل أن دم الحسين نجس عالم الخلط رمى به نحو السماء فلم يسقط من ذلك الدم قطرة إلى الأرض ثم وضعها ثانية وضع يده فلما امتلأت لطخ به بذلك الدم رأسه ووجهه ولحيته فهل كان الحسين ينجس نفسه بهذا الدم النجس شلون غبران ذول شلون غبران الحسين لم يكن قد قتل لازال على قيد الحياة إذا أراد قائل أن يقول من أن دم الشهيد دم طهر ما أنتم تصدرون الفتاوى بنجاسة دمه حتى بعد استشهاده موائليكم يصرح في مجالسه بهذا التصريح من أن دم الحسين نجس حتى بعد استشهاده وسيستانيكم هو الذي يأمر بنشر هذه الثقافة ما هذه المعطيات عرضتها سابقا وسأعرضها في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى فالحسين رمى بدمه إلى السماء وما نزلت قطرة أشهد أن دمك سكن في الخلد وقشعرت له أضلة العرش مع أضلة الخلائق يا حسين فهل أن دمك قد نجس العرش ونجس عالم الخلد بحسب فتوى هؤلاء الغبران ماذا تقولون أنتم 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 يا بطيخ الذين تسمون أنفسكم بخدام الحسين ما هؤلاء هم مراجعكم الذين تعلقون صورهم في الحسينيات وتنظمون القصائد ذول ذول الكاولية ذول شعاراكم ورواديتكم ذول الكاولية السفلة الذين ينظمون القصائد في مدح مراجع النجف وكربلاء وهذه فتواهم فتواهم تقول بنجاسة دم الحسيني بنجاسة دم محمد وآل محمد محمد باقر الصدر ما هو بحالة شاذة حينما يفتي بنجاسة دم الحسين بنجاسة دم محمد وآل محمد مثلما جاء في الجزء الثالث من كتابه بحوث في شرح العروة الوثقة ثم وضعها ثانيا فلما امتلأت لطخ به بدمه رأسه ووجهه ولحيته وقال هكذا أكون حتى ألقى الله وجدي رسول الله وأنا مخضب بدمي وأقول يا جدي قتلني فلان وفلان فلان وفلان الأول وثاني الإمام قطعان ذكر أسماءهما فليس من حاجة للتقية في مثل هذا المقام فهل أن الحسين كان ينجس نفسه ويهيئ نفسه متنجسا للقاء الله ولقاء رسول الله هذه سيرة الحسين هذا هو منهج الحسين